تستمر الجهود الدولية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشطين البحرينيين المعتقلين علي العرب وأحمد الملالي وتأتي هذه التحركات اللافتة بعد جهود بذلتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين وذلك بعد استنفاذ جميع مراحل التقادي وتأييد محكمة التمييز لحكمي إعدامهما ففي التاسع عشر من شهر يونيو الماضي أرسل ثمانية أعضاء من البرلمان الفرنسي رسالة إلى ملك البحرين دعوه فيها إلى عدم التصديق على حكمي الإعدام وضمان عدم تنفيذهما دعية إياه لإعادة المحاكمة كي تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة مع استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب وإجراء تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم الرجلين بالتعذيب ونوهت الرسالة إلى وجود معلومات تفيد بتعرضهما للتعذيب كما نقلت ذلك هيومان رايتس ووتش في تقرير مطول لها وتترقت الرسالة إلى ظروف الاعتقال والتعذيب والمحاكمة مستعرضة المعلومات التي نقلتها هيومان رايتس عن عائلة العرب ومن بين التعذيب البشع الذي تعرض له العرب خلال الاستجواب ضربة وسعقة بالصدمات الكهربائية ثم أجبره على توقيع اعتراف بينما كان معصوب العينين وأحمد الملالي كان يبلغ من العمر 23 عاما عندما اعتقلته القوات التابعة لوزارة الداخلية في فبراير عام 2017 في عملية مشتركة مع مديرية التحقيقات الجنائية وقيادة قوات الأمن الخاصة فقد ظل الملالي لمدة 23 يوما بعد اعتقاله مصابا برصاصتين لم تتم إزالتهما إلى جانب تعرضه للتعذيب في تلك الفترة بحسب خبراء من الأمم المتحدة يشار إلى أن 16 نائبا من جميع الأحزاب داخل البرلمان البريطاني قد وجهوا رسالة ممثلة لوزير خارجية بلادهم جيرمي هانت في مايو الماضي ترجمة نانسي قنقر